يا الله ساعدت شنو هذا الورام اللي بشفتك؟ ما عرف رحت الصالون وسوالي ضربوني الأبرة وورا ما ضربوا لي الأبرة صار عندي يعني وورا ما بشفتك انتشرت في الآونة الأخيرة في معظم مناطق العراق العديد من مراكز التجميل والعيادات الوهمية وصالونات الحلاقة غير المرخصة الأمر الذي جعل المواطنة في خطر النصب والاحتيال والنتائج السلبية ضربت سويت نفق شفائي في أمصالون مع الحلاقة ببغضاء الجديد اللي اغذف ستة شهر هاي هي ومال ستة شهر ويندي كل شي هي ومن تهمه؟ لا شون مجرد يا حياة شفيتين؟ عايشة والضي هاي الأمصالة شميعك؟ تحكم هي الأمصالة ونقص شعار لو تحكم فلار والله هي معادرة هكو ناس يسووني ههم ينقف فلاروها؟ اهي دي سوو بتوكسر دي سووك وليسو اي أطباء تجميل وأخصائيون أكدوا أن هذه المراكز لا تدار من قبل أطباء وحذروا المواطنين من مراجعة العيادات والمراكز الوهمية التي يديرها أشخاص لا علاقة لهم بالطب نحن كمختصين في مجال التجميل في بعض الحالات النادرة قد تحدث هذه المضاعفات نتيجة استخدام هذه التداخلات التجميلية ولكن بشكل نادر ونقوم بإصلاحها أو معالجة هذه المضاعفات فكيفما إذا أجرت هذه التداخلات التجميلية من قبل أيادي غير مختصة من قبل ذوي المهن الأخرى والأطباء ليسوا أصحاب الأختصاص فبالتالي مما يؤدي إلى حدوث هذه المضاعفات نتيجة التداخلات التجميلية بنسبة أكثر وبشدة أكثر مما يصعب علينا علاجها افتتاح هذه المراكز والصالونات الوهمية دون رقابة أو متابعة وممارسة مهنة الطب دون دراية بها كارثة إنسانية يتطلب من الجهات الحكومية الوقوف بوجهها ومكافحتها خدمة للصالح العام والمجتمع من محافظة باب العيسى العطواني قناة الفلوجة